قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة تنحز إلى المواطن المصري البسيط في جامع إجراءاتها مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول في 216 مليار جنيه في العام المالي الحالي وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أوضح مدبولي أن هذه المبالغ تشتمل على دعم الخبز بـ 91 مليار جنيه ودعم السولار بـ 90 مليار جنيه هبدأ برغيف الخبز إحنا كمصر كل يوم الصبح منذ الفجر لغاية قبل ما ننزل شغلنا كل مواطن مصري آلاف المخازن بتشتغل عشان تخبز أنا بتكلم هنا على الخبز المدعى 275 مليون رغيف يوميا بيتخبزوا من الفجر أو ما قبل الفجر لغاية قبل ما ننزل الصبح بدري الـ 275 مليون رغيف يوميا لما نضربهم في 365 يوم هم 100 مليار رغيف في السنة لغاية 21 كان تكلفة أو الدعم اللي الدولة مخصصة لهذا الموضوع في حدود الخمسين مليار أو أقل من خمسين مليار النهاردة النهاردة إن إحنا ما خدناش قراءة ما زودناش كنا لقصائر العيش النهاردة تكلفة فطورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة الشيء الثاني إحنا كنا في 21 نهينا دعم المواد البترولية ولم يعد هناك عندنا دعم للصولار طيب إيه الموقف النهاردة؟ النهاردة عشان برضو نبقى عارفين الأرقام كلنا ونبقى شايفينها قدامنا كمواطنين وعارفين مصر بتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار حاليا كل لتر سولار المواطن المصري بياخدوا وبيستهلكوا الدولة بتدعمه النهاردة بخمسة جنيه يبقى دي 90 مليار جنيه الدولة النهاردة بتدعمها يبقى الخبز 91 السولار 90